دا اتوكي طالب في اخر سنة في الاعدادية وبيحضر حصصه المدرسية زي كل يوم وبعد انتهاء يوم الدراسي صحاب اتوكي قالولو تعال معنا هنخرج مع بعض فا اتوكي قال لهم انا كان نفس اخرج معاك وبس ام اشتركتلي في دروس مسائية كتير زي الجنباز والسباحة وما عنديش وقت اعمل اي حاجة ومش اتوكي بعد كده عشان يروح دروسه المسائية اللي ام اشتركتلي فيها غصبا عنه بس لها واحدة من اصدقاته فولته اسمها كوسيتس ماشية وراه فقال لها ماشية وراه ليه فكوسيتس قالتلي وامك قالتلي رأبك عشان تتأكد انك بتروح دروسك المسائية وفضلت كوسيتس مرأبا لحد ما راح درس الجنباز وبعد ما خرج من الجنباز جري على الاسور بسرعة عشان يلحق يروح الدرس اللي بعده بس وهو بيجري كان في عربية هتخبط وفت فداها والعربية اصطدمت بالحيطة وراح المستشفى وقال انه امه اللي اسمها يوميكا وعمه اللي اسمه توكي سادا شغالين مع بعض في محل واحد يوميكا قالتلي توكي سادا روحت اتتك بسرعة وفعلا توكي سادا راح جابه وروحه وتاني يوم راح اتك المدرسة وجات له هناك بنت اسمها تسوباكي وقالت له انا برقبك دايما لاني معجبة بيك ونفسي اخرج معاك فاتتك اتفق معها انهم يخرجوا يوم الحد وروحه ليوميكا امه انه مش هيروح دروسه المسائية يوم الحد لانه هيقابل بنت فيوميكا رفضت والد ولازم تروح دروسك فيوم الحد اتك ضحك عليها وخرج مع تسوباكي وراح معها للبيت بس فاجأ وهم قاعدين مع بعض اتسوباكي هجمت عليها هي ومجموعة اشخاص فاجأت كوسيتس صاحبة اتكي وضربتهم وهربته وركب بعد كده مع اتنين من مساعدين امه واسمقهم ريها وكوزو بس برضو جي ورا ريها وكوزو اشخاص من اللي هجموا على اتكي فريها وكوزو هربوا اتكي بسرعة ومشي اتكي بالليل لوحده وما كانش فهم اي حاجة من اللي بيحصل ومرة واحدة وهو ماشي انه رطع في المدينة كلها واتكي لقى شرطي وقال له ساعدني بس برضو جم نفس الاشخاص اللي بيلحوا اتكي وقتلوا الشرطي وربطوا اتكي لحد ما اتكي سادة عم اتكي جي واضع عليهم وانقذوا وخدوا بعد كده البيت وقال له ده بيت عشرتنا وبرضو اتكي ما كانش فهم حاجة لحد ما دخل البيت ولا ناس وقال له اقعد استنى الزعيمة ولما اتكي بص لا ان الزعيمة دي هي يومك امه فاتفاجئ ويومك قالت له انا هحكي لك كل حاجة احنا نينجا من عشيرة اسمها ايجا وفي عداوة بيننا وبين عشيرة تانية اسمها كوجا لان نينجا عشرة كوجا دول عايزين يقضوا علينا وهم اللي كانوا بيلحقوك النهاردة طول اليوم وده لانك وريسي وهتبقى زعيم نينجا ايجا من بعدي انا كنت بربيك تربية صارمة عشان اللحظة دي فاتوكي تفاجئ اكتر ورفض انه يبقى نينجا فاتوكي سادة كلمه وقال له ابو كان زعيم نينجا ايجا وبعد ما مات امك خدت مكانه لانك كنت صغير بس دلوقتي انت جبرت ولازم تشيل عنها فاتوكي فكر شوية واقتنع انه يبقى نينجا وفي نفس الوقت ده زعيم عشرة كوجا اللي اسمه كيدو اللي قادت العشيرة ايجا هم اللي قاتلوا زعيمنا السابق عشان كده لازم نعقبهم وفعلا بدأت عشرة كوجا تحركتها بقيادة كيدو وتاني يوم الصبح لما اتوكي صحي قعد مع ريها وريها قلت له انت هتسيب مدرستك القديمة وبعد يومين هتروح لاكاديمية النينجا عشان تتعلم ازاي تبقى نينجا بس خلي بالك الاكاديمية لها اختبار لازم تعديه فاتوكي خاف فريها قلت له ما تخافش اكاديمية النينجا دي تابعة لمجلسة من النينجي تسو وعشيرة كوجا مش هيقدروا يعملوا لك حاجة لان مجلسة من النينجي تسو ده معمول عشان يحمي جميع النينجا ويحكم بينهم وفعلا بعد يومين رح اتوكي الاختبار الاكاديمية في صحب اتوكي سادا وكوسيتس اللي كانت رايحة عشان تدخل اكاديمية النينجا هي كمان وتبقى مع اتوكي هناك عشان تحميه واول ما وصل عارف اتوكي ان اختبار اكاديمية النينجا هيتعامل في سوبر ماركت ومشرف الاختبار قال لكل المختبرين احنا هنقسمكم مجموعتين مجموعة مختبئين هيستخبوا في المكان ومجموعة باحسين هيبحثوا عنهم لو عد وقت الاختبار من غير ما الباحسي لاي المختبئ المختبئ هيكسب ولو الباحس لا المختبئ الباحس هو اللي هيكسبه شوية وبدأ الاختبار بس اتوكي لا نينجا من عشرة كوجا في الاختبار منهم تسوباكي ونينجا عشرة كوجا دول كانوا بيعملوا تمويه بصري عشان يقدروا يقتلوا اتوكي وهاجموا عليه كذا مرة بس توكي سادا وكوسيتس حموا وتسوباكي وتلاتة نينجا معاها هاجموا على كوسيتس فكوسيتس تصدت لهم وحمة اتوكي واتوكي لما حس ان الوضع بقى خطر خاف على الناس العامة اللي جوه السوبر ماركت واللي في محيطه وقال لكل الناس في حريق واستخدم بعد كده طفيت الحريق عشان يخل الناس يخافوا ويبعدوا وما يتصابوش فانظمة الامن بتاعة الماركت نزلت مية وكشفت التمويه البصري اللي تسوباكي واللي معاها عملوه وجم مجموعة من مجلس امن النينجا تسو وقبضوا على تسوباكي واللي معاها وقرروا انهم ينجحوا اتوكي وكوسيتس لانهم فكروا في حماية الناس وبالليل راح مندوب من مجلس امن النينجا تسولي كيدو زعيم كوجا وقال له عشرة اجبات بتختارك القوانين كتير الفترة الاخيرة وانا جت هنا عشان احذركم ومش المندوب بعد كده وفي نفس الوقت ده رجع توكي سادا ليوميكا وقال لها عشرة كوجا بيأكدوا ان في واحد مننا اتل زعيمهم السابق اعتقد ان في خين وسطنا هو اللي عمل كده في يوميكا امرته انه يحقق في الموضوع ده وفعلا توكي سادا بدأ يحقق وبعد كم يوم راح توكي وكوسيتس لتوكيو بالغاطرة عشان ينضموا للاكاديمية ولما وصلوا اتعرف اتوكي على بنت اسمها ريوكو شوية وتعرف على بنت كمان اسمها كيري وكيري قالت له طول ما انت في الاكاديمية ابعت خالص عن طلاب عشرة كوجا لانهم الاغنى والاقوى بس واتوكي وقف بيسمعها قالوا ولد من عشرة كوجا اسمه سوزاكو وقال له عشرتك عشرة ايجا هم اللي قتلوا زعيمنا السابق واحنا مش هنسيب حقنا فاتوكي مش من قدامه ورح للمسكن بتاعه عشان ينام وتاني يوم بدأت الحصص في الاكاديمية ومعلمة من المعلمات قالت لكل الطلاب دلوقتي هنعمل اختبار على ارتداء بدلة النينجا والتحرك بيها كل واحد منكو هيبقى مع بدلة هيفعلها من خلال جوهر النينجا وهيروح للبرج اللي هناك ده هيلاقي مدير الاكاديمية قاعد هناك بيأكل فاكهة لازم كل واحد منكو يجيب اي حاجة من الفاكهة اللي المدير بيأكلها يلا بدأوا فكل الطلاب فعلوا البدلة على اجسامهم وانطلقوا بس اتوكي لانه كان اول مرة يلبس البدلة معرفش يتحرك بيها لحد ما ريوكو جات زقت وفاجري ويقع من منحضر وحس انه هيموت بس البدلة حميته فريوكو قالت له ما تخافش البدلة دايما هتحميه خلي بالك فيه كمان في ايدك الاداة اللي انت لبست بيها البدلة الاداة دي اسمها جوهر النينجا وجوهر النينجا دي اداء بتمد البدلة بالطاقة حاول ما تخليهاش تتكسر منك ابدا فا اتوكي شكرها وكمل معاها لحد ما وصلوا عند البورج وعرفوا ان سوزاكو وكوسيتس هم اول اتنين وصلوا عند المدير وخدوا الفاكهة وسوزاكو بعد ما نزل من البورج لما شاف اتوكي هجم عليه فا كوسيتس تصدت له وبعدته وفا اتوكي بعد كده يبص عشان يعرف الطريق للبرج بس اتوكي هو واقف لها طلاب كوجا بيسرق الفاكهة اللي بقى الطلاب جابوها من البرج ولقى كيري واقع بعد ما واحد من الكوجا سرق فاكهتها فراح اتوكي لطلاب الكوجا اللي بيسرقوا وهجم عليهم بس ضربوا بسهولة وهم بيدربوا وقدر يسرق فاكهة واحد منهم وسط الضرب وشوية والمدير جي وقفهم ورجع اتوكي بالفاكهة اللي سرقها وادها الكيري وصعد هو البورج بس لقى كل الفاكهة خلاص اتخذت فا رجع تاني وبص لقى سوزاكم الداي وبيعنف طالب الكوجا اللي هو سرقه وفي نفس الوقت ده مجلسه من النينجي تسوه قرر يفتح تحقيق في مقتل زعيم الكوجا السابق وعينوا واحدة اسمه هشيوني عشان ترقب توكي سادا وتوكي سادا في اليوم ده راح لزعيم عشيرة اسمهم عشيرة سايجا وعشيرة سايجا دول هم العشيرة اللي بيصنعوا ادوات النينجا وتوكي سادا قال لزعيم سايجا اللي اسمه جان تيتس انا عارف ان عشيرة كوجا بيتعاملوا معاك عايز اعرف هم بيطلبوا منك تصنع لهم ايه بالضبط من ادوات النينجا السرية فجان تيتس قال له للأسف عشيرة كوجا بيفكروا ينهوا عقدهم معايا وما يكملوش الطلبيات بتاعتهم وانا مش عارف اعمل ايه لان عشيرة كوجا مهمة بالنسبة لي من حس طلب ادوات النينجا فتوكي سادا قال لوا انا هخليهم يكملوا طلبياتهم معاك في مقابل انك تقول لي ايه هي طلباتهم السرية اللي بيطلبوها منك فجان تيتس وافي ومشي توكي سادا من عنده ورح لمصنع عشيرة كوجا ودخلوا خلصة من غير ما حد يشوفوا وحط على مكتب موظفة هناك ورقة مكتوب فيها استكمال طلبية ادوات النينجا من جان تيتس زعيم عشيرة سايجا وهرب توكي سادا بعد كده فتن يوم ووظفت مصنع كوجا لما شافت الورقة دي افتكرتها حقيقية ونفزت اللي فيها وكملت طلبية مصنع كوجا مع جان تيتس ورح توكي سادا لجان تيتس فجان تيتس قال له انا هقولك على طلب سري كيدو زعيم عشيرة كوجا طلبه مني هو طلب مني اني اصنع له جوهر النينجا السري الخاص بعشرتك وعشرة ايجا فتوكي سادا مش من عنده ورجع علي يومك الكلام ده فعلت له ما تخافش سر جوهر عشرتنا عمره ما هيتعرف وفي الوقت ده رجعت شيوني لمجلس النينجي تسوه وحكت لهم كل حاجة توكي سادا عملها من خلال مرأبتها ليه بس موظفين المجلس كانوا مشغولين في حاجة تانية لانهم لقوا تسوباكي مقتولة ولما شرحوا جثتها لقوا رأسها فيها شريحة ما كانوش يعرفوا هي بتاعت ايه وفي اكاديمية النينجا المعلمة قالت لكل الطلاب بكرة عندكو اختبار عن ادوات النينجا فاتوكي بدأ يذاكر عشان الاختبار بس كي ريوكو سادس قالولو وما تذاكرش احنا هنسرق الاجابات بتاعت الاختبار من مكتب المعلمة وانضمت لهم ريوكو هي كمان وقعدت تتكلم مع اتوكي وقالت له انا بحب ادوات النينجا جدا لان من عشرة سايجة اللي بتصنع الادوات دي وابوي يبقى زعيم العشيرة جنتتس بس مش عايزني يبقى زعيمة زيه وبيقول لي اعيش حياتي كبنت عادية وهم بيتكلموا جتنين ولاد من الطلاب وقالوا لاتوكي احنا عايزين ننضملكو فاتوكي وافي وبالليل راحوا كلهم لغرفة المعلمة عشان يسرقوا الاجابات ودخلوا عندها عادة نينجا طائرة فيها كاميرا عشان يشوفوا الغرفة بس الاداة خبطت في الباب والمعلمة جريت وراهم فهربوا بسرعة لفوق السطوح وكيري استدرجت المعلمة والباقي راحوا وسرقوا الاجابات وذكروها بس تاني يوم اكتشفوا ان الاجابات اللي سرقوها دي مش بتاعت الاختبار ومعرفوش يحلوا ودل ان طلاب كوجا بدلوا لهم الظرف اللي في الاجابات الصحيحة بظرف في اجابات خاطئة فكوسيتس راح تقالت لاتوكي انا متأكدة ان طلاب كوجا هم اللي بدلوا الظرف اللي احنا سرقناه في خاين وسطنا هو اللي قال لهم اننا هنسرق الاجابات بالليل واتوكي وكوسيتس عارفوا بعد كده ان الخاين هو واحد من الولدين اللي انضموا لهم بالليل وبعد كام يوم المعلمة قالت لكل الطلاب في امتحان عملي هيتعامل بينكو وعشان تنجحوا في الامتحان ده لازم تاخدوا جوهر نينجا من اي زمين ليكو في الامتحان فبعد الحصة سوزاكو قال لاتوكي انا هقتلك في الامتحان ده وبالليل ريوكو جات لاتوكي ودت وادت نينجا على شكل قناع وقالت له القناع ده هينفعك في الامتحان لانك بيه تقدر تبدل وشك بوشة اي حد انت عايزه وعشان محدش يعرف مكانك فايتوكي شكرها وجات بعدها كوسيتس وقالت لاتوكي احنا لازم نحط خطة ليوم الامتحان وفعلا قعدوا يحط الخطة وكوسيتس قالت له وانا هواجه سوزاكو لانه قوي وانت هتختبئ وتحاول تاخد جوهر نينجا من اي حد وتكمل اختباء لحد ما الامتحان يخلص فايتوكي قال لها ماشي بس بعد ما هام وجي الولد الخين وخد الورقة بتاعت خطتهم وودها لسوزاكو فسوزاكو عمل خطة هو كمان وعدت الايام وجيهم الامتحان ولما الامتحان بدأ جزء من طلاب الكوجا راحوا للمكان اللي ايتوكي مستخبي فيه بعد ما عارفوا المكان من خطة ايتوكي وكوسيتس اللي جات لهم بس اول ما داخله انتاشر غز منوم ووقعهم وظهر ايتوكي للولد الخين وقال له احنا كنا عارفين انك بتريبنا عشان كده حطنا لك خطة مزيفة توديها لسوزاكو فالولد قال له وانا اسف انا سعدت سوزاكو لانه قال لي انه هيئة العشرتي لو ما تعاونتش معاه فايتوكي ساب الولد ومشي وكوسيتس في الوقت ده رحت لسوزاكو عشان تقتله واتوكي استخدم القناع بتاع ريوكو وحول شكله لشكل الولد الخين واستدرج واحد من طلاب الكوجا عشان ياخد جوهر النينجا بتاعه بس معرفش ياخد جوهر النينجا منه وطالب الكوجا كسر له القناع وفجأة ايتوكي اكتشف ان اللي قدامه ده سوزاكو واخد شكله واحد من طلاب الكوجا بقناع زي بتاع ريوكو وكوسيتس هي كمان عارفت ان اللي قدامها ده مش سوزاكو ده واحد من طلاب الكوجا واخد شكل سوزاكو بالقناع والنهية دي خطة سوزاكو عشان يستفرد بايتوكي وحولت كوسيتس تمشي عشان تلحق ايتوكي بس طالب الكوجا اللي قدامها فجر المبنى اللي هم فيه وواعد كوسيتس وبدأ سوزاكو في الوقت ده يلاح ايتوكي ويصيبه في جسمه وقعد ايتوكي يهرب منه وسوزاكو هو بيلح وقال له زعيم عشرتنا السابق ما كانش بيكن ضغينا لاي حد وكان عايز يحقق السلام بين كل العشائر انتوا قتلتوا ليه فايتوكي قال له اللي قتل زعيمكو السابق مجرم وانت كده هتبقى مجرم زيه لو قتلتاني ومش هتحقق العدالة بالعكس انت هتزود القتل وقعد ايتوكي يهربون 10 دخان وهجم على سوزاكو وقال له انت صحيح ما تهمنيش بس انا مش عايزك تبقى قاتل ويع ايتوكي بعد كده واغم عليه فسوزاكو فكر في كلامه وقرر يسيبه ومقدرش يقتله وفاقتوكي بعد كده لنفسه في المستشفى هو وكوسيتس ومعهم ريوكو وكيري بيرعوهم بس اللي ما كانوش يعرفوه ان كيري هي كمان كانت خينة وجاسوسة لسوزاكو وكيري كانت بتعمل كده لانها من عشيرة اسمع عشرة الفوما وتربت في العشيرة من صغرها على انها ما تصقش في حد وتعمل كل اللي يخدم مصلحتها وبس وعدت الايام وفي يوم عشرة الكوجا حرق وليجان تيتس مصنع عشرة سايجة عشان يضعطوا عليه ويخلوا يساعدهم في صنعها ده نينجا جديدة وده لانهم كانوا خلاص نوين يهجموا على عشرة ايجة وفي نفس اليوم ده بدأت اجازة نصف العنف الاكاديمية فاتوكي خد صحابه ووداهم لبيت عشرته عشان يعودوا معهنان وكيري اول ما وصلت للبيت بعتت رسالة لسوزاكو وقالت له فيها انها تسللت لبيت عشرة ايجة وهتوفيه بالاخبار اول باول وقعدت توكي شوية مع صحابه ونزل بعد كده مع يومي كأمه عشان يزوروا ابرى ابوه لانها كانت ذكرى وفاته ويومي كألت توكي ابوك تقتل وهو في مهمة مع عمك توكي سادا هو كان بيحب السلام جدا وعايزه يسود بين العشائر كلها بس ملحقش يعمل ده فاتوكي فكر في كلام امه عن ابوه وقال ده نفس الكلام اللي سوزاكو قاله عن زعيم عشرتهم السابق ابويا وزعيم عشرة الكوجة السابق كانوا بيفكروا بنفس الطريقة وعايزين السلام يسود وروح اتوكي بعد كده وتاني يوم قعد يصطاد مع صحابه وقال لكيري شكرا لولاكي ما كنتش عارف اندمك في الاكاديمية فكيري حسد بالزنب بعد ما سمعت كلامه وبالليل كل عشرة ايجا يتجمعه عشان يتعشوا مع بعض لانهم متعودين يعملوا كده في ذكرى وفاة ابو اتوكي وحكوا لاتوكي ان بعد موت ابوه العشيرة كانت هتتقسم بس امه هي اللي وحدتها تاني مع ان امه ما كانتش نينجا ويومي كان اضهت على اتوكي بعد كده وقالت له ابصن في الا فيفا دي عشان تبقى نينجا رسمي فاتوكي باصموا وبدأت يوميك هتكلموا عن جوهر النينجا السري الخاص بعشرتهم وصبح تاني يوم مجلس امن النينجي تسو اعلن تعطي لاكاديمية النينجا ودع الاجتماع بين قادة كل العشائر ودع عشان يناقشوا الحالة الطرقة بين كوجا وييجا فراحت يوميكا الاجتماع وكان قاد الاجتماع ده واحد من قادة مجلس الامن اسمه جوشو وبدأ الاجتماع وعرف جوشو ان عشرة سايجا وعشرة الفوما ما حضروش لانهم انضموا للكوجا فجوشو قال لقادة العشائر الباقية عشرة الكوجا في الفترة الاخيرة خرقوا القوانين هل الكوجا ضروا اي عشيرة من عشائركو فيوميك هالة عشرة الكوجا ضرنا بيصنعوا دلوقتي ايادات نينجا جديدة وعايزين يسرقوا مننا جوهر النينجا السري بتاعنا وبيتهمونا اننا قتلنا زعيمهم السابق عشان يهجموا علينا ويوصلوا لاهدافهم فبعد يومكا ما خلصت باقي قادة العشائر قالوا ان هم كمان اضروا من عشيرة الكوجا فجوشو بعد ما سمع كل ده امر بعتقال كيدو زعيم كوجا والتحقيق معاه وكان هينهي الاجتماع بس دخل واحد من قادة مجلس الامن اسمه كاراجيشي وقال لجوشو استنى انا معايا فيديو بيثبت ان واحد من الايجا هو اللي قتل زعيم الكوجا السابق وعرض كاراجيشي الفيديو وقال للكل المجرم اللي قتل زعيم الكوجا السابق كان بياملو الجوهر النينجا بتاع عشيرة ايجا وده دليل ان ايجا هي المتسببة في الحادثة وعشان كده انا بأمر بعتقال يومكا زعيمت الايجا وفعلا يومكا اعتقلت هي كمان مع كيدو وخلص الاجتماع بس جوشو كان حاسس ان الفيديو اللي عرضو كاراجيشي ده في حاجة غلط وبدأ يرجع تاني وفاجأ وهو بيراجع وجي كاراجيشي من وراه وضربه وقال له انا بقيت مع الكوجا وعملت الفيديو المفابرك ده عشان كان لازم اسجن يومكا وكراجيشي بعد كده اقتل جوشو وفي نفس الوقت ده اتوكي عارف ان امه اعتقلت فجمع كل افراد عشرة ايجا وقال لهم انه هيبقى القيد الجديد ما كان امه عقبل ما هي ترجع وفعلا اتوكي قاد العشيرة وتاني يوم كاراجيشي اعلن ان جوشو اختفى وان هو اللي هيتولى القيادة الكاملة لمجلس الامن واول قرار خده في اليوم ده هو اخلاق سبيل كيدو واعدام يومكا فاشيوني البنت اللي كانت متعينة عشان تراب توكي سادا لما سمعت كلام كاراجيشي ده حست ان كاراجيشي متواطئ وقالت للفريق اللي معاها احنا لازم نحقق ورا كاراجيشي ونعرف جوشو فين وكاراجيشي في الوقت ده نفس قراره ورح خرق كيدو من السجن وهم الاتنين راحوا لزنزانة يومكا وعرضوا عليها انهم يخرجوها في مقابل انها تقولهم على مكان جوهر النينج السري بتاع عشرة ايجا بس يومكا رفضت فكاراجيشي قال لها بكرة هتتعدمي انا هصدر القرار دلوقتي وفعلا كاراجيشي اصدر القرار ووصل خبر اعدام يومكا لتوكي سادا فعمل اجتمع على عشرة ايجا وقال لهم الخبر وقعدوا كلهم يفكروا هينقذوا يومكا ازاي وكوسيتس قعدت تفتكر انها كانت في صورها وحيدة في الشارع ومش لاي مكان تروحوا لحد ما يومكا في يوم خدتها وربتها وكوسيتس بقت بتعتبرها زي امها وقامت كوسيتس مسكت ايتوكي بالسكينة وقالت له اصدر قرار دلوقتي اني اروح انقذ يومكا انا مش هسبها تتعدم فايتوكي قال لها اهدي وقال لك كل توكي سادا وكوسيتس هيروحوا ينقذوا امي واحنا هنفضل هنا بس كيري كانت بتسمع كلامهم وبلغت سوزاكو بكل حاجة فسوزاكو راح قال لكيدو توكي ساداك وننجا في الايجا بالليل هيروح ينقذ يومكا اعتقد ده انسى بوقت نهجم فيه على ايجا ارجوك حطني في الصفوف الامامية للهجوم فكيدو وافق ومشي سوزاكو بس ابو سوزاكو اللي اسمه هوسان اجتمع مع كيدو بقي قادة الكوجا وهوسان قال لي كيدو انا شايف ان الهجوم على ايجا دلوقتي غلط انا ضد قرار الهجوم بشكل عام ففجأة كيدو قاتل وقال وانت جبان ونفس كيدو قراره وبالليل وصل نينجا الكوجا عند قرية عشيرة ايجا فريها خدت اتوكي بسرعة لغرفة التحكم بتاعت العشيرة اللي بيقعد فيها القائد ساعة الطوارئ وبدأت ايجا تشغل نظامها الدفاعي وضرب ورصاص وصواريخ على نينجا كوجا بس الكوجا كان معهم قليين صنعوهم عشان المعركة دي والقليين ما تأثروش بالرصاص ولا التفجيرات وكملوا تواغل وسوزاكو كان بيتابع بس في الوقت ده في واحد تواصل معه وقال له كيدو قتل ابوه فوايف سوزاكو مزهول ونشر قليين الكوجا اتضباب وهجموا على نينجا الايجا ويتوكي كان بيتابع اللي بيحصل مع ريها وكيري وريوكو وقال في حاجة غريبة قليين الكوجا اكتر من النينجا بتعنى بكتير بس القليين بيهجموا بحذر وما بيهجموش كلهم مع بعض فريوكو قال لهم هاته لأي واحد من القليين دول افحصوا واعرف اجسامهم بتتكون من ايه وشوية وواحدة من النينجا جابت قلي هي وقعته وريوكو فحصته وقالت ليتوكي القليين دول مزودين بطاقة قليلة جدا عشان كده ما بيهجموش مع بعض زي ما انت لاحص انا متأكد ان في محطة شحن وريبة من هنا الاليين دول بيتنوبوا عليها عشان يشحنوا طاقتهم جزء بيهجمو جزء بيروح يشحن طاقته واتقل قليلة اللي الكوجا بتملكها دي هي السبب اللي مخليهم عايزين جوهر النينجا الخاص بتاع عشرتكو فقالتوكي قال احنا لازم نلاقي محطة الشحن بتاعت الاليين دي ونضمرها وكده المعركة هتخلص لان الكوجا بيهجمو بالاليين بس وقرر اتوكي بعد كده انه يروح يدور على محطة الشحن فريوكو قالت له وانا هاجي معاك وفعلا راحه وكيري كانت عايزة تبلغ سوزاكو باللي بيحصل بس حست بتزنبه وما بلغتهوش وشوية ووصل اتوكي وريوكو عند محطة الشحن وقربوا منها عشان يفجروها بكمبيلة فالاليين هجموا عليهم وواحد من طلاب الكوجا اللي كانوا مع اتوكي في الاكاديمية هجم هو كمان عليهم ومسك اتوكي فا اتوكي وريوكو ما كانواش عارفين يعملوا ايه لحد ما في نينجا جي خدت كمبيلة من اتوكي وفجر المحطة وبعد الانفجار اتوكي راح يشوف من النينجا ده فلاها كيري جات وراهم عشان تساعدهم بعد ما حست بالزنبه وقاموا هم التلاتة عشان يرجعوا تاني وقادة الكوجا لما عرفوا ان محطة الشحن انفجرت سحبوا الاليين والنينجا بتاعهم وفي نفس الوقت ده راح توكي سادا وكوسيتس اللي مبنى مجلس الامنه هجموا على كل اللي هناك وحرروا يوميكا بس كراجيشي جيوا مع مجموعة نينجا عشان يوقفوهم فكوسيتس خدت يوميكا ومشي وتوكي سادا هجم على كراجيشي واللي معها وجد شيوني وفرقتها وتعاونوا مع توكي سادا بعد ما عرفوا ان كراجيشي هو اللي قتل جوش وقبضوا على كراجيشي وشيوني حبسته ووصلت كوسيتس بيوميكا للبيت بعد ما الكوجا انسحبوا بس فجأة كوسيتس مسكت دماغها وتحولت وهددت يوميكا انها تقتلها وكوسيتس عملت كده بدون ارادتها لان كراجيشي وهو محبوس كان بيتحكم فيها وخلها تهدد يوميكا عشان تعرف ما كان جوهر النينجا السري وحولت يوميكا تفوقها وحضنتها وكوسيتس هي كمان حول التقاوم بس ما قدرتش وقتلت يوميكا وبعد يوميكا ما ماتت رجع اتوكي وريوكو وكيري ورجع بعديهم توكي سادا واتوكي ما كانش مسدق انهم وماتت ومسكها وقعد يعاية وفضل اتوكي كام يوم حزين وتوكي سادا خد كوسيتس وربطها بعد الحادثة دي وفي الايام دي بدأت عشرة كوجا يهجموا على كل العشائر فريوكو وكيري قالوا لاتوكي احنا هنتطر نسيبك ونرجع لعشائرنا عشان نطمن على اهلنا هناك وفعلا ميشي ورجعت ريوكو لاتجان تتسابوها يدو تقطعت بعد ما تمرد على عشرة كوجا وكيري لما رجعت لات نينجا من الكوجا عايزين يقتلوها بس حماها نينجا من عشرة الفوما وفجر المكان اللي هم فيه وهربها وفي يوم شيوني جات لتوكي سادا ودته ملف في معلومات عن عشرة الكوجا وقالت له احنا لازم نتعاون مع بعض عشان نقضي على الكوجا فتوكي سادا عرى الملف ورجع لاتوكي واخده ورحوا الكوسيتس وكوسيتس كانت رجعت له وعياها فتوكي سادا قال لها انا عرفت معلومات كتير كيدو زعيم الكوجا زمان كان كل ما بيخلف بنته او ولد كان بيحط شرائح في رأسهم ويبعتهم لعشار مختلفة عشان الاطفال دول يكونوا عيونه هناك انتي واتسوباكي البنت اللي هجمت على اتوكي قبل كده من الاطفال دول ابوكي يبقى كيدو وراسك فيها شريحة اتحكمه فيكي من خلالها وخلوكي تقتل يومكا فاكوسيتس قعدت تعيط لانها قتلت يومكا وتاني يومت عملت جنازة ليومكا وسوزاكو جل اتوكي في الجنازة وقال له احساسك ايه بعد امك ما ماتت فايتوكي اتدايق وضربه وقال له حاسس بقلم بس مش حاسس ان الانتقام هو اللي هيريحني فسوزاكو قال له على فكرة انا ابويا مات كيدو قتله ومشي سوزاكو بعد كده ورجع البيت وبص على صورة لي مع ابوه بس فجأة لقى في ظهر الصورة كارت ميموري ابوه كان سيبهوله ولما فتح الكارت ده لقى عليه فيديو بيوضح ان كيدو هو اللي قتل زعيم الكوجا السابق وصبح تاني يوم اتوكي جمع العشيرة وقال لهم انه هيعمل معاهدة سلام مع الكوجا وهيديهم جوهر النينجا السري واتوكي كان صارم جدا في قراره فكل العشيرة انقلبوا عليه وكوزو اللي كان بيساعد يومك خطط انه يسرق جوهر النينجا السري عشان يمنع اتوكي انه يسلموا للكوجا والكوجا لما عرفوا ان اتوكي عايز يعمل معاههم معاهدة سلام ماهتموش وكيدو قرر انه يعمل هجوم على الايجا تاني وفي نفس الوقت ده كيري وريوكو اتابله ورح ومع بعض استخبه في مكان مهجور وكيري حكت لريوكو كل اللي حصل معاها بعد ما سابه اتوكي وقالت لها النينجا اللي انقذني من الكوجا اللي كانوا عايزين يقتلوني دايب ابويا بس انا بكرهه لان هو اللي علمني الخيانة من صغري انا خنت اتوكي وكنت برس المعلومات للكوجا وحس بالزنب فريوكو قالت لها ما تعيطيش انت انسانة كويسة وهتفضلي صحبتي دايما فتاني يوم الصبح راحت كيري لتوكي سادة وحكت له كل حاجة هي عملتها فقال لها ما تحسيش بالزنب انت برضو ساعدتينا في تفجير محطة الشح وبعدين انت ما كنتيش الخينة الوحيدة في الايجا في خين تاني وبالليل كوزو جمع مجموعة من الايجا عشان يسرقه جوهر النينجا السري من اتوكي وادى كوزو تعليمات لكل اللي قدامه وقال لهم انا اللي هدخل غرفة اتوكي واخد جوهر النينجا محدش منكو يدخل الغرفة وفعلا بدأ وبس كوزو لاريها خلف التعليمات ودخلت غرفة اتوكي عشان تاخد هي جوهر النينجا لوحدها فوقعها وقال لها انت الخينة اللي في وسطنا احنا عملنا كل ده عشان نكتشف الخين قدتو كمثل انه هيدي جوهر النينجا السر بتاعنا للكوجة عشان كلنا نسور عليه واتفق معايا اني انقلب عليه واقول لكو ان جوهر النينجا في غرفته عشان نشوف مين فيكو هيدخل الغرفة ويسرقه وانتي عملت كده ووقعتي في الفخ فريها قالت له انا جوزية صاف مهمة من مهمتي ايجا زمان والحد دلوقتي لسه في المستشفى كيدو قال لي اني لو ساعدته هيستخدم طريقة هيقدر يشفي بها جوزي عشان كده خنتكو وانا اللي قتلت يومك مش كوستس زي ما انتو فاكرين فكوزو عبض عليها وفي نفس الوقت ده سوزاك وكلم كيدو وضحك عليه وقال له انا عندي فيديو يدينك بس انا مش زي ابويا وعايز اتعاون معاك فكيدو قال له هبعط لك دلوقتي حد ياخد منك الفيديو وهنفز لك اللي انت عايزه بس كيدو غدر بيه وبعط الواليين وننجا عشان يقتلوه فسوزاك واضع عليهم ومسك واحد من الننجا وقال له قول لي الكوجا هيهجمه على الايجا امتى تاني فالننجا قال له هنهجم بكرة في منتصف الليل فسوزاكو سابه بس لاتوكي سادة قدامه وبعد ما اتوكي بعته لسوزاكو فسوزاكو سلمه كل المعلومات اللي يعرفها عشان يساعد اتوكي ورجعتوكي سادة لاتوكي واتوكي تاني يوم قال له الكوجا هيهجمه علينا النهاردة في منتصف الليل احنا هنستغل ده وهنروح انا وانت وكوسيتس الكيد وعشان انا عايز اخلص الموضوع معاه وفعلا بالليه اللبس اتوكي جوهر الننجا السري بتاع عشرة ايجا ومشي مع توكي سادة وكوسيتس وده بعد ما كوسيتس شلت الشريحة اللي في دماغها من خلال اداة ننجا توكي سادة جبهالها وبقال ايجا في الوقت ده قاعدوا مستنين الكوجا اللي جايين يهجموا عليهم وشوية ووصل اتوكي وكوسيتس وتوكي سادة لمقر الكوجا فهجموا عليهم ننجا من الكوجا بس تصدوا ليهم وجم ريوكو وكيري عشان يساعدوهم وهجموا معاهم على ننجا الكوجا وكيري اعترفت له اتوكي انها كانت بتنقل معلومات للكوجا وطلبت منه يسمحها فاتوكي قال لها انا مسامحك وطلع هو وكوسيتس وتوكي سادة للدور التاني واسابوا كيري وريوكو يقتلوا تحته في الدور التاني اتوكي يستعدم جوهر الننجا السري وقضى على قليين كتير وجسو زاكو من وراه وهجم هو كمان عشان ينتقم لموت ابوه وفجر جزء من المبنى ودخل بعد كده اتوكي هو وكوسيتس عند كيدو واتوكي قال له بتعمل كل ده ليه انت ممكن تبقى انسان احسن من كده فكيدو قال له لاني ما عنديش ضمير زي ما انت فاكر انا بدوس على اي حاجة قدامي عشان اوصل لهدفي واللي هو اني يبقى معايا جوهر الننجا السري عشان اقضي على كل الننجا لاني بكرههم انا قتلت امك وقتلت ناس كتير وهفضل قتل لحد ما حقا الا ان عايزه فا اتوكي قال له انا كنت بصورك بكاميرا عشان تعترف زي ما انت عملت دلوقتي ومجلس الامن هيقبض عليك حالا نقطة لان اتوكي كان متفق على كل ده مع الشيوني عشان يسجلوا اعتراف من كيدو ويقبضوا عليه بس كيدو ادايق وفاجأ لبس بدلة ننجا الكوجا صنعوها وهجم على اتوكي فكوسيتس حميته ووقعت فكيدو بدأ يلاحق اتوكي ويضرب عليه ودخلوا هم الاتنين في قتال مع بعض بس كيدو بعد اتوكي وضربوا فا اتوكي رجع تاني بالقوة الكاملة لجوهر الننجا السري وقتاله مع كيدو بقى سريع جدا وتبادلوا الضربات لحد ما اتوكي ضربوا ووقعوا فا اتوكي قال له انا اتولدت مريض وعشان اعرف عيش كان لازم احط عضاء صنعية في جسمي لحد ما جسمي كله بقى صناعي ما اتقرنش بيك وبتفكيرك لا انك اتولدت طبيعي فا اتوكي قال له انت مش بريق ولا ضحية مش كل واحد اتولد مريض بقى زي ومشيت توكي بعد كده من قدامه فكيدو امت تاني عشان يقتله بس جيت توكي سادا وقتله وشيه نشافته وبعد ما كانت جاية توبض على كيدو بقت المفروض توبض على توكي سادا لانه قتل كيدو فاتوكي سادا هربو اتوكي خد كوسيتس ومشيو انتهت شرور عشرة الكوجا بعد موت كيدو وعدت الايام والوضع بقى هادئ ريوك وبقت شغالة مع ابوها في صناعة ادوات النينجا وكيري احترفت التمثيل وبقت ممثلة وسوزاكو بقى هو زعيم عشرة الكوجا وكوسيتس كملت حياتها مع اتوكي واتوكي بقى بيشتغل وفي يومه هو راجع من الشغل انقص طفل من الموت على قطبان الاطر وحس ساعتها انه بقى مفيد للناس لانه بيملق بعض من مهارات النينجا وبكده يبقى خلص انيمي اتوكي النينجا انيمي اتوكي ذا نينجا انتاج سنة 2022 ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو اعمل لها فلو لو عايزي وصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة